السلام عليكم مع التحليل الكامل لمباراة الاهلي والانتاج العربي موسم الفين وتسعتاشر الفين وعشرين في فعاليات الاسبوع التاني برافو فايلر جازم تسقيفة كبيرة على الاداء بتاع النهار ولكن كعادة ميسيو ريني فايلر في المباراة التانية في الدول وخمسة من ساعة ما جاء النادي الاهلي كالعادة الراجل بصمم على انه يقدم الجديد والغريب والمثير الدوامة والخلاط الاهلي النهاردة كان بيستخدم حاجة ممكن نسميها الدوامة والخلاط تشكيلة المباراة كان بدأ فايلر بمحمد الشناوي محمد هاني رامي ربيعة ايمن اشرف على المعلوم تلاتة فوصة الملعب ولو انه ما بقيتش مهمة يعني حتة اربعة تلاتة تلاتة واربعة تلاتة واحد دي ما بقيتش مهمة بالنسبة لنا لان فايلر ما يقدمه فايلر اكبر بكتير جدا من طرق العالم تلاتة فوصة الملعب حمد فاتحي عمر السولية محمد مجدي افشا سولاسي امامي حسين الشحيات جونيور ادجايير رمضان صباحي النهاردة فايلر عمل تاكتك ممكن نقول انه تاكتك هدفه ضرب التكتل الدفاعي فرقة الانتاج الحالي تاكتك ده كان بيعتمد على ان انا بقسم الملعب او بقسم نص الملعب الهجومي بالنسبة لناديها ليتغط خطوط وهمية خط الاولاني خط واحد خط التاني خط اثنين خط التالت خط التلاتة خط واحد كان فيه رامي ربيعة ايمن اشرف حمدي فاتحي خط التاني كان فيه محمد هاني عمر السلية مجدي افشا وعلي معلول الخط التالت كان حسين الشحيات اجايير رمضان تقنية الدوامة في ان انا رامي ربيعة بيمرر بيعمل تمرير مسلا قطرية لرمضان رمضان بياخدوا الكورة يبتدي يديها اللي جاي من وراء من الخط التاني الخط التاني يبتدي هنا يبقى عنده فكرة اه تنوى الفكرة شيفتنج مسلا تخيل معي ان ربيعة بيدي الكورة رمضان بشكل قطري او بشكل عمودي بترجع الكورة الافشا في الخط التاني هنا افشا بيبقى عنده تلات اختيارات لاما يبتدي يحصل شيفتنج من محمد هاني او العلي معلول فهنا الخط التاني يبتدي ياخد مرحلة تانية او يتحرك من الخط التاني لخط التالت ويرجع تاني يدي الخط الاول او بديع العلي معلول يبقى من نفس الكلام او ان انا ببتدي امرر بشكل مباشر لعبت الخط الامامي اللي هو الخط الاولياني زي ما حصل في الجون الاول والتاني او ان انا ببتدى شوط وده اللي عملوا افشا فيها من اللعبات يبقى انا بدي هنا خيار للخط التاني ان هو يبقى عنده قدرة على انه يبقى عنده تنوع في الاختيارات تنوع في الوسائل تنوع في الحلول فده كان بيدي شكل الخلاط من فكرة الخلاط ان الخلاط بيرف وبيدور الكرة مسابة الدوامة والاهل كان من مسابة الخلاط اللي هو بيحرك الدوامة دي جوانا على مستوى الشكل العام للفرقة الطريقة ما كانتش نكحة وان كان الاهل ضيع بيها فرص جاب اكتر من فرصة بالطريقة دي وكان دايما العبت القلب بتحركوا بشكل دائري جوى الملعب يعني ما بكرتش الحركة دايما الحركة عمودية او عرضية او طولية كانت في حركة دائرية بتتم بالعرض وحركة دائرية بتتم بالطول يعني كان دايما مجد افشا بيستلم وهو من الوينج في الخط التاني بيستلم من الخط الاول او الخط التالت بيستلم من الوينج او من تحت بشكل دا ايه ويبتدى المرع اللي تحت منه عشان يبتدوا يعملوا عملية الدوامة دوامة بالكورة فلكن نجاح الاهل يجيه في مسألة احراز الاهداف لما الخطوط دي قربت من بعض وبقت اللعيبة نفسها في الخط الواحد بتبتدي تعمل خطين بمعنى لو بصينا مسلا من الجوني الاولياني هنرى ان فيو كورة جات لجونيور اجاية جونيور اجاية قدر يحتفظ بكورة كويس وورح بيديها لمجد افشا مجد افشا يعني لعيب خط تاني جونيور اجاية لعيب خط اول لكن جونيور اجاية نزل من الخط التاني بقى مجد افشا بمثابة خط تالت مجد افشا راح تمرر الكورة لرمضان صبحي جابها جوني الجوني التاني برضو تعبير الفكرة دي فكرة الدوامة زي ما انا بقول فكرة دوامة وخلط محمدي فتحي تمريرة طويلة لرمضان صبحي جانا رمضان صبحي جايب خط اول مين هنا هيجعب هيمسل خط التاني جايمسل خط التاني هنا حسين الشرحت اللي بيشوته يبقى احنا هنا عندنا تاكتك معينة سببه ضرب التكتل طب ايه قيمة التاكتك ده في ضرب التكتل قيمة التاكتك ده في ضرب التكتل ان انا عندي العيب بياخد المدافعين بييد عن المرمى وبيفتح اللي جاي من وراه المرمى بيبقى بالنسبة له مكشوف دي حاجة الحاجة تانية ان دايما انا بحط اللي عندي اللي هو بيقوم بدور الباص في اللي هو الباص اللي قابل النهاية بحط له اكتر من فرصة مختلفة في عملية التصرف بالكورة وده تنوضح جدا بالذات في وجود مجدي افشا لان كان مجدي افشا بيبقى عنده فرصة لندي هنا يبقى عنده فرصة انه يرجع الكورة تانية الاجياء او رمضان او الشحات وبيبقى برضو عنده فرصة للنشوط فكان وجود مجدي افشا هنا السبب ده مهم وضروري وحياة في الشوط التاني طبعا لما قالي احط الجون التاني بدأ يجرب تاك 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 تاني في ان هنا ما بقاش يتكتل فما فيش دعي ان انا استخدم التاك تاك هو هو فبدأ الاهي بيعمل ملعب واكتزاب الفريق الاخر وبعدين ابتدي ارمي الكورة الطويلة البكات كان دايما علي معلول اللي بيستلم علي معلول يبتدي برضو يوزع لاب ويحرك اللاب كورة جات علي معلول بالطريقة دي جات جون جابها اجايير كورة بالطريقة دي جات احسان الشحال جابها واليد سليمان الجون الرابع من ضمن الحاجات اللي انا عايزة عليها بقى فكرة استرداد الكورة بالذات في الشوط الاول استرداد الكورة كان بيتم على مرحلتين اول مرحلة ان الجاية اللي بتقفل زي ما احنا قلنا منافس التمرير مرحلة تانية وجود خط الخالفي للآهلي على مسافة قريبة من الخط التاني بالنسبة لنادي الآهلي المسافة القريبة دي كانت بتسمح دايما لنادي الآهلي ان هو بيضغط الفرقة بتاعت الانتاج لاقل مساحة ممكنة في الملعب فحتى لو حصلت خطورة في امكانية للارتداد في مساحة للارتداد المساحة دي ممكن ان انت تستفيد منها وتستعيد الكورة ولكن هل انتاج الحرب الان ده كان وحش الاجابة لأ لأمانة لأ 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 ان مختار مختار بالفعل لم يتدخر وسعا ولم يتدخر جهدا في محاولة تقويض الحركة او الخدعة الاهلوية بمعنى ان مختار مختار فكر في الشوط الاول بعد الهدف الاول فكر في ان هو يضغط على منابع اليعب في الاهلوية تكفيف منابع اليعب ضغط على البكات بشكل مستمر فكان فيه ضغط جديد جدا على علم علولو محمد ياني بعد ديئة ثلاثين الضغط ده قدل ايه قدل ان الكورة ما بقتش بتطلع مستراحة للخط الاولياني للخط التالت او القط التاني فبسبب ده بدأ الانتاج الحربي يبعد عم يبعد رمضان وحسين واجيه عم مناطق التهديد اه في الانتاج الحربي الكلام ده استمر خمستاشر ديئة في الشوط الاولاني بشكل ناجح شوية وخمستاشر ديئة في الشوط التاني بشكل ناجح جدا ولكن تصدي الشناوي هو حرم الانتاج الحربي من فرصة العودة ومع ذلك الانتاج الحربي بسبب انه هو ما قدلش ان هو يجاري الخركة الدائرية والعرضية والطولية المستمرة للنادي الاهلي كانت السبب في ان النتيجة تضعفت وصلت الاربع تجوان وكان ممكن تعد الاربع تجوان نجاح الشناوي في المصد الكرة الخطيرة اللي جات عليه ساعدت الاهلي على ان يحرم الانتاج الحربي من عملية التكتل مرة تانية لو كان الانتاج الحربي بتاع ده كان هيرجع تانية التكتل وكان الاهلي هيرجع تانية بتاكتل بتاعه وكان ممكن ما يبقاش الفرصة موتية لاحراز اهداف اخرى طيب ملحوظة ان الااهلي كان في بعض القطات كان بيظهر الدفاع وحش ايدي حاجه تقلق لا ما تقلقش لان الااهلي مش يلعب بالتكتل ده مع الفرق كلها في فرق يلعب معه بالتكتل ده وفي فرق يلعب معه بالتكتل مقارب للتكتل اللي يقنق من دي الزمانة هزا رجل مرن تكفي كيا بما يكفي لانه هو يعمل حساب لكل مباراة على حسب طبيعته. فايلر مدرب متجدد ما عندوش سيستم واحد بيعاب بيه وده سيرة ناجعة. فايلر مدرب بيقصر في العيبة اللي معاه. اداء رمضان صحي غير. اداء حسين الشتحات غير. اداء اجاي غير. اداء حمدي فاتحي غير. اداء عمر السلية غير. العيبة الاهلي مع فايلر اخطر على المرمى. اكسر قدرة على الاختراق. اكسر دقة في احراز الاهداف. اكسر دقة في التزليد على المرمى. في حاجات كتير جدا بيعملها فايلر. او بان اثر على العيبة وبان البصمات فايلر عليهم. ممكن اكتر واحد رمضان صبحي نظر رمضان صبحي تريبا نعمل خمس محاولات على المرمى منهم تلاتة بين القائمين والعرض واحدة منهم جات جول. رمضان صبحي بقاش يعيب وينج هدفه انه يرقصه بس. يرقصه بيبصه وبيفكر انه يمر. حقيقي فايلر اكتر يعيب بين تأثيره وبصمته عليه ورمضان صبح. اللي قد النهده اداء هايل. ولكن تعصبا لفايلر فانا بعتبر فايلر اللي قد نجمله مرة. لو تحليل عجبكم اعمل سابسكرايب اعمل لايك. فعل زر الجرس. شارع الحرقة ووجه تعليقك. سلام عليكم.